عبدالعالم حيث عندما تحدثت بأن هذه النقاط أصبحت مصطر دخل ورزق لهؤلاء الجنود أو هؤلاء التشكيلات الأمنية وما إلى ذلك وهذا ربما يضعنا أمام حجم كمية النقاط الموجودة على الطريق عندما يكون بطا كيلومترات تصدر أكثر من عشرين سند وكل سند استلاحة موافع نقطة هل نحن بالفعل بحاجة إلى هذا الكمال هائل من النقاط في بطا كيلومترات أم أنها فقط من أجل سلب الناس أموالهم هذا يقودنا إلى السؤال إذا كانت هذه النقاط كلها متواجدة في هذا الطريق من الذي يقاتل في الجبهة اليوم؟ كل الأجهزة الأمنية هذه على خط طريق صنعاء مثلا ما بين الضالع وعدن تبقى أكثر من 200 إلى 300 نقطة طيب من الذي يقاتل اليوم في الجبهة؟ هل تحولت كل الجبهات اليوم إلى نقاط قبايات؟ يعني بالمجمل هناك أسئلة محيرة طبعا إذا تحدثنا حول النقاط سنقاد أن هناك أحزمة أمنية هناك أجهزة تتبع وزارة الداخلية هناك دعم وإسناد هناك مسميات أخرى وهناك أيضا قالت ألوية مع أنه مفروض أن الجيش لا يدخل بالنقاط المفروض أنه هذه النقاط كلها كان لدينا زمان نقطتين نقطة في الحبيلين ونقطة في مدخل عدن وتتبع الأجهزة المختصة وهي وزارة الداخلية وعملية التفتيش تتبع الجهاء الوزارات التي تعود إليها القبايات لكن اليوم كل قائد عسكري لديه نقطة وقائد العسكريين ما شاء الله كثير وكل أجهزة أمنية لديها نقاط والأفشع من هذا كله أنه هناك أيضا بعض المشاريخ وبعض النافذين لديهم نقاط لديهم نقاط خاصة بهم وتعود قباياتها إليهم والهدف الأساسي من هذه النقاط ليس حماية الأمن والمواطن وربما نهب الناس فقط هو القبايات خصة إذا علمت أنه بعض العسكر تتحدث معه يقول لك أنا سبعة شهور مغير راتب أنا ثمانية شهور مغير راتب يعني هم دوعوا الجندي هذا إلى درجة أنه يعني وقالوا له هذا رزقك في المكان هذا رزقك لنقطة الجبالات أطلقوا يده وبالمقابل حرمه من الراتب دوعه وأطلقوا يده على الناس جميل جدا